كيف قابل نجوم هوليوود قرار دونالد ترامب الأخير بمنع سبع دول ذات أصول إسلامية من دخول أمريكا ردود الأفعال تنوعت بين العنف والغضب والهجوم القاسي اختلفوا في التعبير ولكن رأيهم كان واحدا ومسندت كل العربة ردود الأفعال بالفعل متنوعة البعض وصف القرار بالعيب وأخرون طالبوا بدعم المهاجرين ما بين التظاهرات والمبادرات بجمع التبرعات كانت أبرز ردود الأفعال اتجه الكثير من نجوم هوليوود إلى انتقاد دونالد ترامب بعد قراره الأخير بمنع دخول المسلمين من سبع دول مختلفة وكان من ضمنهم كيمكا داشن، مادونا، ريانا وأيضا النجمة جينيفر لوباز التي تنحدر من أصول اللاتينية وعبر الكل عن غضبهم على هذا القرار كتبت جينيفر بصراحة أنا أشعر أننا في كابوس الآن في بلاد أسسها المهاجرون أصلا فكيف تصبح كلمة المهاجرين كلمة سيئة؟ نشرت أنجلينا جولي في افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز إن قرار واشنطن بتعليق إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة يستهدف الضعفاء ويؤجج التطرف ولا يتلاءم مع القيم الأمريكية وقالت شاكيلة على حسابها على تويتر لا ينبغي على أي شخص دعم هذا الشخص الجاهل كانت هذه ردود أفعال نجوم هوليوود أما الآن فخان وقت التعرف على ردود أفعال نجومنا العرب كيف تفاعلوا مع هذا القرار منهم من قال كل واحد حر ومنهم من يعتبر هذا القرار بالداعشي عبر عدد كبير من الفنانين العرب رفضهم هذا القرار واللي شفوه كثير أنه قرار عنصري والله هو يعني كان أولى أنه هو يعمل يعني دعاية عن وحشة أمريكا أحسن فيخلي الناس من نفسها ما تحبش تروح بدل ما يمنع الدول دي هو حر الشعبه اختاره أكيد واسقين فقراءه ويمكن يبقى صح مش شايف موقف يعني لما ترامب يأخذ قرارات عنصرية كده أنا مش شايف أنه يعني التصريفة أو شكل آخر للداعشية يعني دايما رفض الآخر ده هو ده الفكر دعيش أنه أنت الآخر مالوش ما كان عندك ولا وجود سواء بأنت كنت تبدأني ولا كنت ببيونة يعني ففي النهاية موضوع الرفض الآخر ده موضوع سيء جدا قالت أصانع عبر حسابها على إنستجرام غريب أمر هذا الزمان بلادنا التي تتسم بالعروب والشهامة والشعور أصابها جنون الظلم فأصبحت أبواب بعضها مزدودة في وجه أخواتها وما من رأف وما من شعور كما نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين سورة كتبت عليها لن يستطيع ترامب بقراراته المجنونة أن يحرمنا من حضن ندوب فيه حبا وشوقا ترجمة نانسي قنقر